صباح الخير ترمزتي العزاء زيكم عاملين ايه اتمنى من ربنا انه كنتم تكونوا في صحة كويسة وبدأتم تحضروا جديا للعامل دراسي الجديد واحب اكمل معاكم الفيديوهات بتاعتنا عن شرح قواعد الجرامر وعن شرح اجزاء المنهج القديم وعن الاشياء اللي فيها ملابسات من الممكن انها تكون مش واضحة بالنسبة لنا. اه تبعا للقرارات الجديدة باهمية ضرورة التعلم الالكتروني عن بعض. ودرسنا النهاردة بيتكلم عن الفرق ما بين كتير مننا ممكن لما يشوف التلات كلمات دول يقول لي ايه ده يا مستر تم هما التلاتة معناهم واحد. لا التلاتة مش معناهم واحد لو كان معناهم واحد لفظيا بمعنى ايضا الا ان موضعهم في الجملة ما بيكونش زي بعض. يعني also غير to غير either عشان كل واحدة منهم ليها استخدام وكل واحدة منهم ليها حالة بتيجي فيها عكس التالي. تعالوا مع بعض نبص على examples عشان نقدر نفهم الفرق ما بين also ما بين to ما بين either. قبل ما نبص على الأمثلة بنقول ان also is used in positive sentences to add something which agrees with the previous item clause. يعني ان also بتستخدم في الجملة المثبتة. ويعني ايه الجملة المثبتة? يعني الجملة اللي ما فيهاش don't ما فيهاش doesn't ما فيهاش wasn't ما فيهاش isn't isn't aren't ما فيهاش بتدل على. يبقى اول شكل ل also بتيجي فيه في الجملة بتيجي في الجملة المثبتة. طب يا مستر وايه كمان? to add something which agrees with the previous item clause. يعني لازم الجملة اللي بتيجي فيها also تكون متفقة مع الجملة اللي قابليها في الرأي او متفقة معها في التوجه. وبالتالي هي اللي هيجي معناها ايضا. فاكيد انا الجملة الاول هقول حاجة والجملة التانية هقول كزا ايضا. طب على سبيل المثال for example احمد speaks english. احمد بيتكلم اللغة الانجليزية. يارا also speaks english. ويارا ايضا تتحدث او تتكلم الانجليزية. number two i like indian food. i like indian food. وعلى فكرة food هنا ممكن تجي food مفرد وممكن تجي foods جمع. واللي اتنين ما فيهاش مشكلة المعنى مش هيبقى متغير كتير. and i also like japanese food. وايضا او انا ايضا بحب الاكل الياباني. يبقى انا بحب الاكل الهندي. وبحب الاكل الياباني. number three i play football and i also play chess. يعني انا بلعب كرة قدم وكمان بلعب شطرنج. طيب يبقى معنى كده ان also اللي هي معنى ايضا بتيجي في الجملة المثبتة وما بتجيش في الجملة المنفية. وبتيجي في نص الجملة التانية اللي بتدل على حاجة متفق معاها في الجملة الاولى. طيب two. two usually comes at the end of a sentence or clause. two دايما بتيجي في اخر الجملة. ازاي? i have seen the film two. انا شفت الفيلم ايضا. ممكن تيجي برضو في هيئة جملتين. يبقى مثلا. i have seen the play. انا شفت المسرحية. and i have seen the film two. وشفت الفيلم ايضا. i'm living in london now. sorry two. i'm living in london two. انا ايضا اعيش في لندن ودي ممكن تيجي على سبيل المثال لما حد ييجي يقول لي انا بعيش مسلا في اسكندرية. بقول له i'm living in alexandria two. وانا كمان بعيش في اسكندرية. وزي ما احنا واخدين بالنا ان true هنا جت في اخر الجملة وجيب معنا ايضا. number three. nada can speak english too. nada تقدر او بتقدر انها تتكلم انجليزي ايضا. وممكن برضو زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان احنا نجيبها على هيئة جملتين. ونقوله احمد can speak english and nada can speak english too. في حد هنا هيجي يسألني يقول لي مستر هيالي ما جاتش speaks. عشان هنا عندي can. عارف لما كانش فيه can. كانت بقتنا دا speaks present sample tense زي ما اتكلمنا في تانسز. ان الفعل في المضارع البسيط مع ضمار سينجلور هي وشي ويت وما ينوب عنهم بيجي مضافة لس او اي اس او اي اي اس. زي ما اتكلمنا عن البوينت دي قبل كده واحنا بنشرح. number four i was at za عمر ابن الخطاب school two. والمثال ده انا حبيت ان انا اجيبه عشان فعلا هو حقيقي ان انا كنت في يوم من الايام احد تلمزة مدرسة عمر ابن الخطاب زيكم كده بالزبط. واتمنى كده ان انا اشوف منكم من كان حابب مهنة التدريس. وحابب انه هو يبقى مدرس. احساس جميل جدا انك تكون طالب في المدرسة وبعد كده تبقى من اسرة التدريس فيها ومن من الاسرة في الادارة. اه شعور جميل لو فكرتم فيه كستودنس او كطلبة هتلاقوه بجد حاجة ممتعة جدا. ان المكان اللي انت شفت فيه دفولتك. وابتبدأ انك انت تشبه وبتكبر فيه سواء ولد او بنت بتلاقي نفسك فيه مرة تانية بعد ما بتكبر. وبيكون هو مجال شغلك. وبيكون هو نفس المجال ونفس المكان. اه ما تغيرش. اه بل بالعكس ان فيك ناس كمان. اه لسه ما تغيرتش لحد دلوقتي. فاستخدمت المثال ده معزة وحبا مني في مدرستي الغالية. اللي باكني لها كل تقدير وكل احترام مدرستي عمر ابن الخطاب. وباقول المثال مرة تانية. يعني لما يجي حد منكم دلوقتي يقول لي ايام ان عمر ابن الخطاب سكول. اقول له اي واز اد عمر ابن الخطاب سكول وانا ايضا كنت طالب في مدرست عمر ابن الخطاب. طيب ايدر. يبقى كده قلنا ان الاتنين بمعنى ايضا واحدة بتيجي في نص الجملة التانية او في اول الجملة التانية. اللي هي بتكون مع الجملة الاولانية. بتيجي قلنا في اخر الجملة التانية لو كان في جملتين ولو جملة واحدة بتيجي في اخر الجملة. كلمة يعني جملة. ايدر is used in negative sentences to add. خدنا بالنا هنا من two. خدنا بالنا من هنا من two. ان two جات في اخر الجملة. طبعا كان المفروض يبقى فيه full stop. ما بين two واد. ايدر and agreeing. ايديا or thought. يعني معنى كده ان ايدر بتيجي في الجملة المنفية بمعنى ايضا. انا مش بحب الفول and I don't like eggs ايدر ومش بحب البيض ايضا. طب انا الي هنا ما خلنيش ان انا اخد two عشان two بتيجي مع الجملة المثبتة و ايدر هي اللي بتيجي مع الجملة المنفية. انا مش بذاكر رياضيات ومش بذاكر ايضا وطبعا ايضا جات في اخر الجملة زي تو بالزبط بس واحدة منهم بتيجي في الجملة المثبتة واحدة منهم بتيجي في الجملة المنفية وهنا اخدنا بننا في اول جملة جات اللي هي بتنفي. الجملة التانية اللي هي برضو بتنفي. الجملة التالتة اللي هي برضو بتحطنا في طبعا هاف وهاز تصرف التالت بنراجع برضو مع بعض التنسز. يعني هو ملعبش التنس واحنا كمان ملعبنا الشطرنج. واتمنى تكونوا فهمتم الفرق ما بين وما بين وما بين وما بين اللي مسببها كتير من بتاعتنا. اه اتعشن اكون وصلتها لكم بصورة سهلة وسالسة وبسيطة. اه جمعة من صاحب المدرسة في شعور مدرسة عمر بن الخطاب المدرسة عطاب للمسيقات التي تüyهبها قريبها مجموعة مستر محمد مصطفى عمر ابن